اشتركوا في القناة نهاية الايباد اير الجيل الرابع الأفضل جهاز بالنسبة لي سنة 2020 قبل نزلت الايفون 12 وبرو ماكس لكن اذا عندك الايفون 11 شوي التحديد حقه خفيف ما رح تحدث يعني قولك لا اجلس على الايفون 11 لان تشتري الايفون 12 قبل نزلت الابل ووتش 6 اذا كان عندك بلوتش 5 برد اكسجين بشحن السريع اشياء الخفيفة اذا ما يحتاج تشتري قبل نزلت الايباد برو 20 عشرين بشهر ثلاثة قولك اذا كان عندك ايباد برو 2018 ما قص انك تشتري الجديد ما في فرق نواة واحدة لحق الجي بيو كاميرات لما رح تستخدمها لكن ابل نزلت هذا الجهاز ايباد اير الجيل الرابع اذا كان عندك الايباد اير الجيل الثالث قفزة قوية هنا اختلاف في الشكل في المسكة في الحجم في كل شيء فهذا الجهاز بالنسبة لي انا جهاز السنة هذي طبعا ما رح اقول لك حق البتوبات البتوبات ديك قفزة قوية ديك جهدانية يعني البتوبات هذي الاول الاوائل او نقول مش افضل جهاز قبل الافضل اول رقم واحد هذاك صفر يا تابع قبل الواحد اوكي لكن هنا كايباد جهاز جبار جهاز ممتاز هذي الجهاز اللي اقول اكثر الاشخاص رح يشترونه انت في الثنوية انت شخص في الجامعة ماذا اللي تابع فيه؟ قبل بنسل 2 مش اقال علي ممتاز طالب ما تابع المئة وعشرين هيرتز عندك هذا اللي اشتخذ البرو السماعات ما اقول لك نفس البرو لكن ممتازة انا استغربت على السماعات اللي فيه انت مدرس تابع تفتحها تابع لحق منصتي تابع تسوي فيديوهات او بث مباشر اونلاين لكلاسات اللي عندك ممتاز جدا يوس بي سي فيه احيانا الفيديوهات اللي اطلع معي فيها دردشة نفس الايباد اشبك المايك اللي عندي في الخلف هذا اللي بنصف قيمة الايباد هذا بـ 200 و 300 دولار اشبكه هنا باليوس بي سي واشتغل مايك تسجيل قوي او مايكات قديمة او مايكات رخيصة مثلا تروح اي مكان تشتري يوس بي سي مايك وتركبه عندك هنا في اليمين لكن اخذلك واحد محترم يعني يوس بي سي هذا مايك شقل منصتي وشقلي شي كاميرا ممتازة عندك اضاءة ما يحتاج اضاءة اضاءة البيت كاميرا رح تكون ممتاز وخصصا اللاين رح يسوي دروب برضو لكن ممتاز والمايك هنا بيكون عندك افضل مدرسين الثانين عندكم تحدي بين او مايك يسجل افضل او لا شي هذا الجهاز رح يكون افضل عندك وعندك القلم تكتب لو انك تستخدم زوم او لا شي تقدير تسوي كنكتب كذا برنامج يعني مثلا في الكمبيوتر يشوف تسوي سويتش هنا ويشوفون شاشة الايباد وانت تكتب انا مادري كيف ما فكرت فيها ولكن في بعض البرنامج يسويها زوم او غيرها ماذا ندرسين عندك يسوي يعني يتكلم معي بالكاميرا شوي اللي يسوي سويتش عنده يتحول شاشة الايباد وهو قاعد يتكلم ويكتب بالايباد يشرح ويسوي المعادلة عندك كل شيء كلها بالايباد شابك كابل هنا ومسوي كل شيء هنا الشغل البروفيشنل في الايباد اير طبعا الايباد اير ليس برو بروفيشنل لكن الشغل هذا الجبار انت كطالب وكمدرس هذا الجهاز المناسب لك عندك فلاش عندك ملفات منهج الدراسي فلاش اكينا بالايباد ركب وركب كل شيء يحمل كل شيء ينزل كل شيء عندك هنا رح يشتغل عندك زي الحلاوة فهذا الجهاز ممتاز البصمة اللي فيه ما توقعت انها رح تكون كده البصمة يعني خصوصا في وقت الكوفيد الحين البصمة افضل من الفيس اي دي وشغالة ممتازة وسريعة كيف قبل صوتيها المدني الشركات الثانية موجودة نعرف بس اتكلمكم في جيل قبل عندها يعني هذه الشاشة طافية ترى البصمة هنا موجودة والدليل اني لو حط صبع ثاني ما رح يفتح مثل ما اشوف ها حط الصبع ثاني لبرضه اوكي الصبع هندي لحطه هنا لكن هذا الصبع الثالث ما رح يفتح لو حط هذا الصبع رح يفتح بصمة ممتازة الكاميرات الى الان لايباد ما رح اصور في تسوير بوفيشنال لكن كاميرات لحق فيديوهات لحق تدريس ممتازة وتفي وأكثر من مطلوب كيبوردات تستطيع تركب للكيبورد في كيبورد مع تركبات في تقدر إذا كان عندك كيبورد إذا كان عندك بي سي وفي كيبورد له بالبلوتوث تركبه هنا تركب مدخل بلوتوث هنا باليوس بي سي اصبح عندك دانجول او تشتري للكيبورد نفس الليباد برو الصغير 11 اشتري اذا كنت متابي هذا تستطيع تاخذ الكيبورد العادي كيبورد بدون تركبات اذا كنت متابي كيبورد تركبات تخذ في واحد حماية بس كفر عادي يتسكر عندك بدون كيبورد كيفك فقبل ما جبرتك على الكيبوردات الموجودة هنا اذا انت مدرس اصحك انك تاخذ هذا الكيبورد اذا انت طالب وخلاص شريت هذا الجهاز وخلاص هذا المكسيمم عندك الحد اشترك أي كيبورد خارجي بالبلوتوث ماوس عندك اي ماوس عندك بالبلوتوث تشبك تقدر تشبك عليه ويشتغل عندك ممتاز هنا تخلي الجهاز ستب حطه ما عندك الكيبورد هذا برضو حطه على اي ستاند عندك وعيش تبيه العاب تبيه دراسة تبيه كل شيء يكون فيه فجهازي هذا السنة انا اقول الايباد من الايباد و اس والايو اس والاشياء هذا هذا الجهاز افضل جهاز بالنسبة لي لهذه السنة انصح كل شخص يستخدمه انصح كل شخص من الثانوية او مدرس وهو طالع ياخذ لهذا الجهاز انت متوسط ابتدائي اخذ لك الايباد ثمانية ممتاز ففي نهاية الفيديو لا تنسون الاشتراك في الغناة واشتراك في حسابي سامبتشات تشير في ضبطكم وعمل لك المقطع ونشر المقطع ولا تنسوني من فاضل ودعاكم والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة